اهلا وسهلا بلد يخدز الخطوة وإحنا معاها ليس لدينا أبدا أي مصالح شخصية مع أي بلد مصلحتنا ومصلحت هذا الوطن الوطن النهاردة خد هذا الإجراء لصالح البلد؟ نعم معاه مع كل هذه الإجراءات اللي احنا شفناه النهاردة وإحنا موجودين في قصر التحدي النهاردة حيث لا تتخيل أبدا إنه كان ممكن ولا واحد فينا 2012 و13 و14 وحتى لحد السنة اللي فاتت إنه يحصل هذا الأمر لا يمكن كنا نتوقعه لحد عام 21-22 يحصل لا يمكن كنا نتوقعه إلا مع بداية أول لقاء بين الرئيسين في الدوحة في افتتاح كاس العالم في الدوحة في يناير 22 23 في يناير 23 ولا أحد كان أبدا يتخيل إنه كان ممكن يبقى فيه يعني أي لقاء بين الرئيسين ولا يبقى فيه أي شيء بين الرئيسين حصل اللقاء وحصل اتصالات ثم جاءت يعني الزلزال في فبراير في تركيا وحصل اتصال من رئيس عفتاح السيسي على طول بالرئيس التركي أردوغان ووزير الخارجية توجه إلى تركيا ودعم مصري بدعم كبير جدا ودعم مصري كبير جدا لتركيا واستمر هذا الأمر ثم اتصالات في القضايا الكثيرة ثم اتصالات ولقاءات حتى في مجموعة العشرين وقمة وغيرها لقاءات دولية لقاءات بين الرئيسين وقمة الإسلامية التي عقدت في العاصمة السعودية الرياضة في شهر نوفمبر الماضي وبالتالي يتم تدشين النهاردة حجم التعاون ورفع مستوى التعاون بين بلدين إلى مجلس التعاون الاستراتيجي بين مصر وتركيا تركيا يتم كمان تم الاتفاق النهاردة بين السيد الرئيس عفتاح السيسي والرئيس التركي أردوغان على رفع مستوى التبادل التجاري بين البلدين إلى 15 مليار دولار في فترة قريبة من الأخبار الإيجابية المهمة كمان اللي أنا قلتها مبارح وتم تأكيدها النهاردة من الرئيس أردوغان أنه هيكون في منطقة صناعية تركية في مصر هذه المنطقة الصناعية التركية شركات التركية بتبقى موجودة على أرض مصر بتشتغل بتصنع من أرض مصر تبدأ في تصدير لدول العالم نصدر بقى لإفريقيا ونصدر لآسيا ونصدر لدول العربية ونصدر لأوروبا من داخل مصر في عمل كبير آه طبعا في عمل كبير هيتم زيادة حجم الاستثمارات التركية في مصر هي حالين 3 مليار هتزيد الرئيس أردوغان النهاردة قال سيتم زيادة حجم الاستثمارات التركية داخل مصر الرئيس التركي أردوغان النهاردة اتكلم أيضا على المستوى العلاقات واتكلم كمان على العلاقة مع السيد الرئيس عفتاح السيس وحجم هذه العلاقة وقال إنه هو سعيد جدا إنه موجود في القاهرة ويعود إليها مرة أخرى بعد فترة طويلة الرئيس أردوغان زار مصر مرتين 2011 2011 كان رئيس الوزراء وأيضا 2012 كان رئيس الوزراء أول مرة يأتي الرئيس أردوغان وهو رئيس التركية المرات اللي زار فيها مصر في 2011 بعد أحداث وفوضى 2011 ثم بعد وأثناء حكم الإخوان في 2012 جه قابل محمد مرسي ولكن وقتها كان رئيسا للوزراء النهاردة هو رئيس تركيا وتركيا كان وقتها رئيس الوزراء هو الأقوى غيروا النظام بقى النظام رئاسي فبقى هو النهاردة رئيس تركيا هو الرئيس وبالتالي النهاردة شراكة كبيرة جدا بين البلدين مصر وتركيا طبعا قبلها حصل عمل ضخم جدا بدأ ب جهازي المخابرات المصر والتركي دي كانت البداية لو احنا عايزين نرجع بالزاكرة شوية هو ايه اللي حصل وصلنا لده زي النهاردة ما كانش بسيط ولا كانش سهل لا اجتماعات بين البلدين رئيسي المخابرات سيد عباس كامل وهكان في دان اللي هو وزير خارجيه النهاردة التركي اللي كان رئيس المخابرات التركية وبدأت مصر يشغل على هذا ملف وهم يشغلوا على هذا ملف مصر لها حاجات كتيرة جدا حضراتكم عارفين الحكاية وعايز يقول لحضراتكم ولازم نقولها هنا النهاردة تركيا تجاوبت مع مصر بشكل كبير للغاية جدا 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 كان لنا حاجات محددة تجاوبوا معاها كتيرة بصراحة لازم نقول الكلام النهاردة حان ان احنا نقول الكلام الفترة اللي فاتت كلها هيجي لحظة هنتكلم و هنقول تجاوبوا معنا تجاوبوا مع المطالب المصرية ليه نزيل بقول كده احنا لا ما أسقناش لحد ما أسقناش لحد على الإطلاق احنا شعب عملنا ثورة خلاص عملنا ثورتنا الحمد لله مشينا جماعة لخوة الإرهابية خلاص كان فيه بعد كده اجراءات و حاجات و ضد طيب في الآخر مين انت النهاردة هنا احنا النهاردة بنتكلم النهاردة على هذه اللحظة اللي هي بنتكلم 14 فبراير 24 هي لحظة مفارقة في العلاقات المصريية التركية انسى اللي قبل كده زيان بيقول كده بنتكلم على يعني علاقة ممتدة تبدأ من النهاردة بشكل واضح 14 فبراير هو تاريخ مهم جدا في تأسيس علاقة وشراكة بين مصر وتركيا ترجمة نانسي قنقر